موسيقى نبدأ جولتنا من صحيفة الخليج التي عنونت خروف العيد يصل إلى باكستانيين في تطبيق يسمح تطبيق جديد في باكستان يتجنب التوجه إلى السوق لاختيار الخروف بمناسبة عيد الأطحى وتسليمه مباشرة إلى المنازل وللتقاليد حيز كبير في الاحتفال بعيد الأطحى في باكستان إلى أن ذلك لم يمنع البعض من الارتكار من خلال إطلاق تطبيق يسمح بطلب الخروف عبر شركة للنقل ويتيح التطبيق نقل الحيوانات بشاحنات خاصة مطلية بألوان زاهية لتسليمها إلى الزبائن وإلى صحيفة الشرق الأوسط التي عنوانت العمل المتنقل يزيد ساعات العمل كشفت دراسة ألمانية حديثة أن العمل خارج جدران المكتب بواسطة أجهزة كومبيوتر ثابتة أو جوالة أو هواتف ذكية يزيد من ساعات العمل اليومية لكنه يسبب شعورا بالرضى لدى العاملين وفي المقابل حذر الخبراء من زيادة أعباء العمل على الموظفين من خلال القدرة على التواصل معهم بصفة مستمرة لإنجاز مهام عبر أجهزة الكمبيوتر المتنقلة إلى صحيفة القبس الكويتية التي عنوانت السجن لعشرين عام لمن يقتل قردا في فييتنام ألقت السلطات الفيتنامية القبضة على رجلين بتهمة قتل أربعة قرود من نوع نادر في متنزه وطني وتحدث مدير المتنزه عن ضبط الرجلين وهما يحملان كيسين ويخرجان من الغابة وفي حال إدانتهما سيوجه الرجلان عقوبة السجن لفترة تصل إلى عشرين سنة ومع صحيفة النهار اللبنانية التي عنوانت بعد وفاتها 22 مليون دولار ستذهب إلى حديقة حيوانات ستتبرع أمريكية فرت من ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية بعد وفاتها بمبلغ 22 مليون دولار إلى حديقة كولونيا للحيوانات في غرب ألمانيا وتعبيرا عن الامتنان تعتزم الحديقة إطلاق اسم السيدة الأمريكية على مبنى أمريكا الجنوبية التاريخي بالحديقة اشتركوا في القناة